في الوقت الذي فرض فيه المجتمع الدولي وقف الأعمال العسكرية في الحديدة تمهيداً لإيقاف القتال في الجبهات الأخرى تعود المواجهات العسكرية في مناطق عدة ولكن بشكل أعنف مما كانت عليه وهو ما بدى جلياً في جبهة سرواح مأرب حيث شن الحوثيون خلال الأيام الماضية هجوماً على مواقع عسكرية للجيش وتمركزوا فيها غرب المديرية محلل عسكري وجدوا أن ما يحصل في سرواح إنعكاس لما يحصل فيه حيث يحاول الحوثيون فتح أكثر من جبهة لتشتيت تركيز الجيش الوطني بعد أن كان التركيز على جبهة نهم أحد أسباب تقدم الحوثيين في جبهة سرواح الأماكن التي تمكن الحوثيون من التمركز فيها استعادها الجيش إثر مواجهات عنيفة بحسب تصريحات عسكرية وأكدت مصادر ميدانية أن المواجهات تركزت في المديرية إثر تصدي الجيش لمحاولة تحرك آخر لميليشيا الحوثي إلى مواقعه جنوب سرواح وشرقها وبحسب المصادر فإن قتلى وجرح سقطوا من الطرفين فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع عديدة للحوثيين موقعة خسائر في صفوفهم علاوة على استهدافها تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقعهم وفيما تشتد المواجهات العسكرية في مديرية سرواح يقول عسكريون إن أهمية هذه الجبهة تعود لما تحويه من سلاسل جبلية ومرتفعات تطل جغرافيا على مدينة مأرب أبرزها جبل هيلان وتباب هضاب السوداء والمصارية وهي مناطق هامة تعود فيها المواجهات بين وقت وآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر